طول يعني ظهرت في أفريقيا في السنوات الأخيرة وقدمت الحقيقة أكتر من كان أو بطولة أفريقيا يعني بشكل كويس جدا فهنتابع ونشوف اللعيبة دي بشكل كبير وتمنى الحقيقة أنه منتخب مصر يقدم لنا مباراة قوية جدا كل التوفيق لكابتن حسام ولكتيبة الفرعن إن شاء الله عايزة نروح معاك لملف الأهلي واحد طبعاً أهلي رجع للتدريبات المبارح كانت تمرينة مسائية بعد السادسة ما تبعنيهاش والنهاردة كانت تمرينة بدري شوية ساعة أربعة ونص شايف الفترة دي ازاي؟ رجعنا خلصنا أفريقيا طبعاً مبروك لقب الاثناشر في دوري الأبطال شايف الفترة دي لقطات من تدريبت النهاردة طبعاً حراس المرمة مع وجود الشناوي وشوبير أعتقد ده مصطفى مخلوف وزنفالي ومش عارف التالت حمزة علاء ولا حد من المتصعد هو كابتن مارسل كولر كوتش كابتن مارسل كولر طلع لعيبة شباب من الفرق عدد كبير آه عدد كبير تتصعد شايف المرحلة دي ازاي؟ راحة سلبية طاهر اهو في التمرينة كابتن سامي أمصان شايف خصة أفشة ازاي الأول؟ على دمامه يعني؟ تصريحاته وكلام اللي تعمل على السوشيال ميديا بداية يعني أنا ده رأيي الشخص يوجد نظري أفشة أنا أعرفه أولا كل الناس بتشيد بأنه لعب محترم جدا 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 خلوم جدا طيب جدا 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 وعلاقته بكل اللعيبة ممتازة هو بس يمكن على سجيته وانت عارف دايما لعبة الأهلي وقودة لبس النادي الأهلي مستهدفة كابتن سعيد يعني بنشوف مهازل ومنشوف مش عايزة أقول حتى خروج على النص كلمة بسيطة جدا على اللي بيحصل من لعبة ومن أندية ومن مسؤولين ولا أحد يعني يتكلم ولا أحد يعلق ولا أحد يدي أي وزن لأي خروج على النص بأي شكل من أشكال لكن لما تبقى حاجة صغيرة جدا في الأهلي بتلاقي كل حاجة بلونة كبيرة جدا بتتنفخ تاني يوم عشان النادي الأهلي أفضل نادي موجود في أفريقيا يعني أنت بتكلم على دايما الناجح الناس يبصلوا فلا شايف النادي الأهلي محطة أنظار ناس كتير جدا فأقل حاجة لو طلعت من قط اللبس هتعمل مشكلة لكن أنا أفشا ما بحبش أتكلم يعني على مواقف حتى لعبة النادي الأهلي ما بحبش أتكلم على مواقف لكن أنت بتكلم على واحد خلوق جدا مؤدب جدا يعني أنا بتهيالي أفشا بيلعب أو بيلعبش عنده روح عالية جدا وهو أول واحد بيشجع اللعيبة وبتلاقيه وقف مع اللعيبة لكن أنا عايز بصراحة قسني على سامي قمصان يعني محدش يجيب سرته كتير لكن هو بيعمل دور كبير جدا دايما نقول حتى في اللعيبة المدير فني ناجح يبقى تحته جهاز فني ناجح أنا شايف أن بصراحة سامي لازم ياخد حقه بشكل كبير جدا لأن بيعمل دور مع اللعيبة حتى بنشوف هو وقف مع اللعيبة في مواقف كتير جدا في المباراة وبعد المباراة هو بيسخن اللعيبة وبيدي تعليمات أنا شايف أن سامي ليه دور كبير جدا مع كولر لعبة النادي الأهلي كلها بيتحمل مسئلية لعبة النادي الأهلي كلهم محترمين جدا ما نرسش نقول حاجة لكن قط اللبس في النادي الأهلي عارف السحمد إحنا دايما كان نقول أخرنا مش مجلس إدارة إحنا أخرنا مدير الكورة اللي هو دلوقتي خلي بيبه طبعا على أيام كان كابتن سابت الله يرحمه كابتن سابت البطل طبعا كابتن علاء عبدالصادق كابتن طرق السليم الله يرحمه ناس ما ينفعش يتعدى تروح مجلس إدارة أنت أخرج دول يعني أخرج دول بجد فأنا شايف النادي الأهلي حتى لو فيه مشاكل بسيطة جدا على فكرة يعني القصة يعني طبيعي جدا في كل أندية العالم مش بس في النادي الأهلي طبيعي جدا إحنا مكلم في كورة وفي أسماء كبيرة وفي رغبة كبيرة جدا كل واحد يروح الفنالة الحامرة عايز يزبط نفسه وفي الأهلي تعودنا دايما ما فيش حد بيغلط ما بيتحسبش الأهلي صبق دايما في أنه القواعد أو المبادئ اللي هو حاطتها لكل الفارع الراضية يتم إلتزام بها وارد جدا لعيب بيحصل كابتن كبار في النادي الأهلي بيتنرفز نرفزة ملعب عصابه بتتشد بيزعل وهو بيتغير بيزعل أنه مش بيلعب أساسي لكن في النهاية ما فيش خروج على النص والأهلي أول حد بيبادر بعقاب أي حد من اللي عيبته قبل ما نستنى عقوبات من ربطة أو من لجنة المسابقات أو من اتحاد الكورة الأهلي دايما بيبادر مش رغبة منه فيه عقاب لعبيب بقدم هو كمان بيبعت رسالة في القوانين دايما فيه حاجة اسمها الرضع العام ورضع الخاص إنك بتبعت رسالة إنه الفعل ده مش مقبول مش بس المقصود منه والشخص اللي ارتكب الخطأ أو المخالفة لا كمان انت بتعلم اللي بعد منه واللي جاي إيه اللي تلتزم به وإيه اللي تبقى حريص عليه في قضة لبس النديل ده طبيعي بكل الأندية يعني لكن فكرة انك تتبح دي لا فكرة انك انت تشوه دي وخصوصا انت عارف أفشا كمان يعني ليه مكانة خاصة في قلوب الأهلوية يعني وليه رصيد كبير جدا مع الأهلوية فالحملة كتعليه جديدة شوية ما ينفعش نخسر واحد زي أفشا يعني ده بالعقل وبالمنطق وكل حاجة خاصة انت اللعيبي بعارف انه بيغلط وعارف انه فيه ليحة مستنية وعارف انه فيه نادي مبادئ وكذلك تقول انه لازم يبقى قدوة للتحت يعني انا لو معمتش كده ما افشا مش هتوصل لعيب لك فالمبادئ ماشية من اول الدرجة الاولى لحد الناشئين وخد بالك لعيبة النادي الاهلي من حق انه زعل من حق انه ما بشاركش خاصة انه لما بكون اساسي وولية رصيد في منطق مصر ونادي الاهلي هذا طبيعي جدا ولو ما حصلش كده انا اقولك لو ما حصلش كده يبقى فيه مشكلة فيه مشكلة في قط اللبس لكن ممكن حاجة زي كده تخرج سهل جدا تتلم لان لعبة النادي الاهلي على فكرة بيتنقوا بشكل محترم جدا بيبقى عارفين اخلاقاتهم قبل الكرة كمان فانا شايف ان لعبة كلها على مستوى اخلاق عالي جدا حتى لو فيه مشكلة النادي الاهلي نادي مبادئ هيتعامل بها طبعا اكيد وهتعدي ان شاء الله شايف الفترة اللي جاء ازاي وشايف فرص الاهلي في الدوري احنا انسينا الدوري ده احنا لعبين 15 مطشة اصلا تقريبا من 34 في حين انه الاندي المنافسة اقربهم بيراميدز هو اللي شارخ يعني في الدوري يعني شايف حاجات مطشط يعني صراحة قمة الكوميديا بس يعني في النهاية ما علينا ما يخصناش اللي يخصنا فرقتنا شايف فرص الاهلي في المنافسة ضمنت التأهل لدوري الابطال بحكمة بطل النسخة اللي جاية ازاي الشغل بتاع الدوري فيما تبقى من الموسم او الموسم كله اعتقد هو بفضل ربنا اللي امتمنك ان اللعيبها كلها على مستوى علي جدا فانا مطمئن بفضل ربنا ان نرحق في الرجب تاني زي ما احنا موجودين احنا لعبنا 15 مباراة يعني لسه انت بتكلم على لسه 19 مباراة الاهلي قادر بفضل ربنا ناخد دوري وانا يعني مطمئن وعند يقين في الله ان احنا ناخد الدوري نادل اهلي دلوقتي في احسن حالاته اللعيبها كلها في مستوى علي جدا كلر في احسن حالاته ان احنا برضو انا فاكر حلقة هنا انتقضنا بعض السلوب لعبه وسواء كان نتاج سلبية السواء السندي عامل ريكورد بصراحة ارقام قياسية على كل المستوى ما تحققتش في اي بطولة افريقيا عامل اهلي قبل كده طبعا تبتكلم على 20 مباراة 22 مباراة من غير خسارة السندي مفيش ولا مباراة سرها النادي الاهلي اقوى هجوم اقفى ودفاع عشرة كلين شيت صحيح هدف واحد استقبلته شباكك رغم انه المشوار السندي كان صعب جدا 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 وحتى احنا بكنا بفاكرة احنا كنا في حلقة قبل كده بنتكلم على مودست وبنتكلم انه هو مش بدأ ياخد فرصيته وبدأ ايجابي كان شفناه في مبارات البلدية حاجة ولا اروع اللاعبة كلها الواحد دل راتي بيطمئين اللاعبة بفورما عالية جدا النادي الاهلي سهل جدا انه هو يلحق بالراجب تاني وان شاء الله بإذن الله يتعالى ياخد بطولة الدورة بإذن الله ان شاء الله كنت نفسي يبقى معي وقت اتكلمك شوية عن مسبقة الدرجة التانية لانه حسس انها مصدومة عالميا شوية المنافسة فيها الكواليتي بتاعت اللاعيبة شكل جديد للبطولة وجهت نظرك فيك هي البطولة جديدة سواء كان الدور المحترفين او القسم التاني بطولة على فكرة يمكن مش اكلم على دور المحترفين اكلم على القسم التاني والتالي كمان فيه لعيبة مستوها عالي جدا الناشئين اللي بدأت تاخد فرصة سواء من الاهل او الزمالك او الاسماعيلي في الاندية تانية بقى لهم شكل كويس وده اللي حضراتي بتتكلم عليه ان احنا بقى عندنا جيل تاني طب هي بقى عندنا جيل تاني ازاي لازم بقى نعد بقى من دلوقتي بعد المطشين دولت البطولة شفنا بترجد طبعا بركلوهم وغازل المحلة وان شاء الله وفي دور الترائي دلوقتي ترسانة وسبورتنج وحرس حدود ومنتخب السويس والسويس ان شاء الله بإذن الله تعالى ربنا يوفق الفرقة الثالثة لتصعد للدور ان شاء الله بإذن الله تعالى مين الاقرب من وجهة نظرها الحرس كخبرات انا الحقيقة الترسانة والسويس بما انهم عندها جماهيرية سبورتنج عمري ما شفت دوري ممتاز انا عشان لعبتهم انا في الولومبي وفي دي كارس فرقة كويسة جدا عندهم دير فني محترم جدا عندهم جماهير في اسكندرية لا لا مش هو حاجة اجتماعية كده لكن هم ناس يعني عارفين بيعملوا ايه العقود مش عالية جدا لكن عندهم نظام والتزام فدي مش كل حاجة الماديات على قد ما فيه التزام بس انا مش مع حاجة